شيخ أحمد يعني احنا بنتكلم بنتكلم على انه يعني سبحان الله ربنا مدينا كده رحمة واسعة يعني عايزنا كلنا ناخد ثواب كلنا ندخل الجنة عندنا أبواب كتيرة جدا وحاجات صغيرة ممكن نعملها وناخد بيها أجر وثواب عظيم الحمد لله وصلي الله وصلي الله ومسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ما بعد اللهم لا حول ولا أقوة إلا بالله اللهم لا حول ولا أقوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين بداية يعني إن فضل الله واسع وإن رحمة الله تبارك وتعالى هي قريبة جدا لكن من المحسنين المحسن الذي يحسن في عبادته ويحسن علاقتهم مع الله تبارك وتعالى يحسن العلاقة مع الله عز وجل علاقته مع الله تبارك وتعالى بتلاقي الإنسان يبدأ كده بيبقى منشرح الصدر ومطمئن البال ومشاء الله بيبقى الإنسان أحاسس بطمئنينة ولذلك الله عز وجل قال وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِيهِ؟ بذِكْرِ اللَّهِ وكل طاعة يؤديها الإنسان ففيها راحة للبال وفيها طمئنينة للنفس وفيها انشراحة للصدر يعني الواحد يتوقف أحيانا كده عند بعض الناس اللي هو لما يجي يتكلم يقول لك هو الحكم هو ده سنة ولا فرد فتقول له لا ده فرد ويقول لك الحمد لله ده هو مش سنة أو ده سنة الحمد لله هو مش فرد يعني مش فهم انت عاوز تتوصل ليه يقول فكأن السنة يعني ألقيها وراء ظهرك يعني ده سنة يا باشا عديها فأخي بالك فتلاقي كده ما شاء الله فيه فلسفة كده يقول لك انت الحكم الشرع ده ده سنة طب هو انت ما بتعملش السنة دي ليه أنا أفتكت كان سنة تسعة وتسعين الفين كنت بحضر لسيدنا الدكتور عبدالصبور مرزوق علي رحمة الله كان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجامع الأزر وكان سؤل بيهو بيكلم بيحكي لنا فبيقولي يا أولاد أنا في يوم من الأيام كنت واحد سألني في مسألة وبعدين قلت له سنة فقال له يا سيدنا الشيخ حد ما بيقولي من بلاد بتوع شرق أسيا قال له يا سيدنا الشيخ أدم هي سنة وأنتم العلماء فلماذا لا تفعل سنة رسول الله هذه الصلاة والسلام فبيقول أول ما شكده فبيقولنا صحاني هو اللي كان سبب سبحان الله يعني فإحنا ما جمع بلاش نستهين كده بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الحاجات دي حاجة إحنا لو عملناها فيها خير عظيم جدا وفيها ثواب كبير جدا بس محتاجين إن إحنا يكون عندنا إرادة ومحتاجين إن إحنا يكون عندنا عزم فرق بين العزم والإرادة أصلا والقصد العزم أنا عازم إن شاء الله لن أعمل الحاجة دي بإذن الله تبارك وتعالى وبعد كده القصد والنية اللي أنا أعملها في وقتها من ضمن الحاجات اللي أخد عليها سواب عظيم إحنا بتصلي الصلاة الخمس لكن في حاجات تانية يا جماعة بناخد عليها سواب وإحنا محتاجين أحوج ما نكون إلى الثواب منها صلاة الضحة صلاة الضحة دي يا جماعة أقلها ركعتين ولا حد لأكثرها ولا حد لأكثرها كل ركعتين وبتسلم بعد كل إيه؟ بعد كل ركعتين لو أنت صليت ركعتين اتنين بس خلاص كفاية عليك مش عاوز تزود براحتك مفيش مشكلة بس السنة النبي عليه الصلاة والسلام حاول اللي أنت تواظب عليه السيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها كما في سنن أبي داود بتقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى سبحة الضحة ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وكأن هذا من باب الشكر الله تبارك تعالى حتى يوم الفتح لم يشغله الفتح عن صلاة الضحة فده مهم جدا إن شوف النبي معه هو بيفتح مكة وهو مجهول صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك صلى كان ركعة ثم ركعات يسلم من كل من كل ركعتين طب صلاة الضحة دي بتبدأ من إمتى حينما ترتفع الشمس يعني بعد شروق تطلع الشمس كده بمقدار رمح اللي هو قدي تقريبا من تلتة الخمسة وعشرين دقيقة مش إحنا ما نيجي نصلي هو تاوقت صلاة العيد أول ما نيجي نصلي نصلي بعد الشروق بتلتة ساعة يعني بعدما الشمس تطلع بتلتة ساعة لأن الوقت ده منهي عنه إلى قبل الظهر حوالي بتلتة ساعة أيضا لأن الشمس بتطلع بين قرني شيطان كما في مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال أقصر عن الصلاة صلى الله عليه وسلم في الوقت ده وفي الوقت اللي هو قبل الشمس قبل الظهر بتلتة ساعة النبي عليه الصلاة والسلام قال برضو أقصر عن الصلاة في هذا الوقت لأي صلى الله قال لأن الشمس بتسجر جهنم في مثل هذا الوقت اللهم إلا في وقت واحد بس تستثنى ينفع اللي احنا نصلي فيه في الوقت ده اللي هو يوم الجمعة لو أنا دخلت المسجد قبل الجمعة مثلا بقى عشر دقائق ربع ساعة صلي وما فيش مشكلة خالص طيب أفضل الوقت امتى بقى يا جماعة يبقى احنا قلنا أقل لها كام ركعة ركعتين هو أكترها ملهاش حد وسوابها لا حد تعالي بقى ناخد مسألة الثواب شوفي لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقول ابو الدرداء وابو هريرة يشوف لما يقول أوصاني خليلي بثلاث والثلاثة مهمة جدا والنبي عليه الصلاة والسلام ما بيوصيش حد إلا إذا كان من وراء الشيء ده خير عظيم جدا 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 إيه رسول الله بتوصيه إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة اللي هو صلاة الضحى ركعتين وخلي بالك أن أوتر قبل أن أنام صلي صلاة الواتر قبل ما إيه قبل ما اتنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني هو أيام معينة يعني لأ ثلاثة أيام من كل شهر عاوز تصوم اللي هو تلتاشر بعتاشر خمستاشر ما فيش مشكلة تصوم كما أي ثلاثة أيام ما فيش مشكلة تصوم اتنين وخميس ما فيش مشكلة أول يوم من أول عشر تيام من الشهر العربي يعني يوم واحد يوم واحد وعشرين دي سنة على فكرة اللي هو يوم واحد من الشهر العربي يوم واحد عشر من الشهر العربي يوم واحد وعشر من الشهر العربي ده ماذا عند الملكية اللي أنا ده تلاثة أيام يعني فصوم يبقى أنا عندي صلاة الضحى الأمر الثاني صلاة الوتر الأمر الثالث صلاة الصيان أيضا سيدنا النبي يشوف لما نيجي كده نلاقي عرف العظم بتاع الإنسان خلاص ده نعمة من نعم ربنا ولا أه الترابط بين العظمة والعظمة دي والعقلة والعقلة والكلام ده ده من اللي عمله ده الله عز وجل طب ودي نعم بالإنسان يعني يتوجب عليه أن يشكر ربه عليها ولا لأ شكر عظيم جدا فالنبي عليه الصلاة 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 بيقول يصبح على كل سلامة كل عظماية أنت موجودة فيك كده لازم تؤدي الشكر بتاعها صدقة اعمل بقى تصلح بين اتنين تعمل وشعف كذا فأعمل كتير يعني أعمل إيه فييجي النبي عليه الصلاة 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 بيقول لك أقول لك على حاجة بقى تجز عن ذلك كله اللي هو إيه ركعتين اتنين بس يبقى أني تصدقت على كل جسم على كل ده تخيالي بقى ما يكون عندك تلتمائة وستين فأنت محتاج بقى ايه تطلع تلتمائة وستين صدقة تخيالي فيقول هما الركعتين دول والحديث ده من الأعجاز العلمي طبعا 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 الحاجة اللي بعد كده الأخيرة اللي أنا محتاجة أقولها احنا قلنا وقتها بإمتى وبينتهي إمتى صح طيب أفضل وقت لصلاة الضحى إمتى أفضل وقت لصلاة الضحى إمتى أفضل وقت يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني ايه أفضل وقت حين ترمض الفصال الفصيل هو ولد الناقة لما الشمس تبدأ تسخن الشمس كده ويبقى فيها حرارة ولد الناقة يروح عامل ايه عاوز يستظل فيروح ريح تحت أمه في الوقت ده اللي هو الساعة كامية مع المولانا بيقولوا ده أول وقت للقيلولة بيبدأ من عشر عشر نص في الحدود دي الشمس تحمى فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ده أفضل وقت تصلي فيه أو توقع فيه صلاة صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين